أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على منصات استراتيجية للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأسود من روسيا كما أعلن عن تحقيق مكاسب في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية قرب مدينة باخموت شرقي البلاد وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن استعادت السيطرة على ما يطلق عليها منصات أبراج بويكو تاوررز سيجعل من أوكرانيا أقرب بخطوات كثيرة إلى استعادة شبه جزيرة القرن التي ضمتها روسيا عام 2014